تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تم تنظيم لقاء تشاوري خاص بجهة العيون الساقية الحمراء للحوار الوطني حول التعمير والإسكان الذي أطلقته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والسياسة المدينة مدن وقرى الغد لتوفير سكن كريم للمواطن وتوفير التوازن الذي افتقدناه بفعل الجائحة ومختلف تقلبات حتى نكون أوفية لرصيدنا الحضاري لمدننا وتراتها لنبنى كذلك من جانبنا تراتا يكون مفخرة لأجيال المستقبل ويهدف هذا اللقاء إلى مناقشة قضايا التخطيط العمراني وبلورة خارطة طريق جديدة في مجالي التعمير والإسكان الاجتماع شكل مناسبة لمناقشة قضايا التخطيط العمراني وطرح مجموعة من الإشكالات والإكرهات التي يعرفها قطاع الإسكان والتعمير على مستوى هذه الجهة هذه المحاور اليوم هناك مجموعة من الاقتراحات التي سيتم النقاش ديالها وتزويدها المطلوب اليوم من هذه المشاركين هو أنه يعطينا اقتراحات لأن الإشكالات معروفة التشخيص الكل يعرفه الأهم هو أن تكون لدينا اقتراحات التي سوف يتدمونها في كتاب عبيض والذي سيشكل أرضية لبرنامج وطني إن شاء الله وعرف هذا اللقاء تنظيم أربع ورشات تمحورت حول التخطيط والحكامة وتقديم الدعم للعالم القروي وتقليص التفاوتات المجالية والإطار المبني والعرض السكني